ونبقى في جنيف وينضم إلينا منها مراسل الغد عمر بشير عمر إذن كيف تبدو الصورة لديك هل من جديد فيما يتعلق بقدوم وفد الحوثيين أو مغادرة وفد الحكومة الشرعية يعني هناك جديد آخر وهو ما أعلنته قبل قليل الأمم المتحدة عندما أرسلت إيميلات إلى الصحفيين أيضا بأن غدا لن يكون هناك مشاورات في مقر الأمم المتحدة في جنيف إيميل كان قصير جدا ولم يحمل أي إضافات أخرى لم يذكر إذا ما كانت المفاوضات أو المشاورات ستنطلق يوم السبت كما حصل بالأمس عندما أجلت من الخميس إلى الجمعة اكتفى بالقول أن غدا لن يكون هناك مشاورات في جنيف بخصوص الوفد وفد الحكومة اليمنية ما زال لم يتخذ القرار لكن التوقعات أنه سوف يبقى إلى أن تنتهي المهلة التي وضعها إلى الحوثيين إلى وفد الحوثيين حتى يأتوا هنا إلى جنيف الحكومة تقول وفد الحكومة يقول إنه حريص على المدنيين اليمنيين بالتالي هو مازال متمسك ويطرق أي باب يقود إلى حل هذه المشكلة والتخفيف من معاناة المدنيين المبعوث الأممي إلى اليمن مازال يقول أنه مستمر في مشاوراته وفيما سعيه لكي يصل وفد جماعة الحوثي إلى جنيف هنا لبدء المشاورات فور وصولهم لكن من الطرف الآخر لم تخرج أي تصريحات سياسية فقط ما يحصل هو في الميدان من انتهاكات حوثية تطال المملكة العربية السعودية بإطلاق الصواريخ بالتصعيد حوثي ولكن سياسيا لا تصريحات تؤكد قرب قدوم الحوثيين نعم شكرا لك عمر بشير مرسل الغد في جنيف أشكرك